أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنصيق المرحلة الأولى للطلاب ناجحين في الثانوية العامة وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاجة الطبعية 90.12% وكلية الصيدالة 89.51% والهندسة 85% مع أن التخطيط العمراني فجاءت نسبته 83.41% والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46% والألسن 84.51% والإعلام بنسبة تقدر ب83.65% أما عن كلية الأثار فجاءت نسبتها 80.73% وأكد وزير تعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية بنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضة 250 درجة فأكثر بنسبة تقدر ب60.98% أما عن الشعب الأدبية ف238 درجة فأكثر بنسبة تقدر ب58.5% على أن تبدأ أعمال هذه المرحلة اعتبارا من غد الثلاثاء حتى السبت القادم